اشتركوا في القناة وكتبت ان الكثير من المعلومات عن مرضه ظلت غير مفهومة نعم المسألة ان هذا حتى ليس رأي وحدي بل رأي جميع الاخصائيين السوفيط الذين اشتشارهم بوميديان اما واقعة اننا سنشرف على علاج هذا المريض فكانت مفاجأة لنا اذكر ان رئيس الحكومة السوفيطية اليكسي كورسيغان اتصل بي وقال الرئيس الجزائري سيصل اليوم هو الان في الطريق ارجوك ان تذهب الى المطار لاستقباله مع المسؤولين الرسميين للتسكير فقط كان ذلك عام 78 نعم كان ذلك حقا عام 78 اتصل بي هذه المرة رئيس مجلس الوزراء انا ذاك اليكسي كورسيغان وقال ان ضيفنا في حالة سيئة وقد جاء ليعالجه الاطباء السوفيط بالتحليل عندئذ اقترحت ترتيب الامور بشكل اخر لم اذهب الى المطار بل توجهت الى مستشفى وطلبت من كورسيغان ان ينقل بوميديان من المطار مباشرة الى المستشفى الذي اشرفت عليه على تلال لينين للكشف عليه فورا جاء بوميديان مع زوجته بعد الفحص الاول ادركت ان المريض في حالة سيئة جدا كان جسمه مصابا بعدوا خطيرة بالرجوع الى اعراض مرضه يمكنني القول ان عدوا ما اصابت جميع اجهزة جسمه دعوت اخصائيين اخرين للاستشارة وانا الان لا اريد الدخول في تفاصيل طبية لكن هذه الاعراض تظهر في حالة امراض الدم وعدوى نظام الدورة الدموية يعني لم يكن مرضا مزمنا بل حاد مرض حاد وقد مرض على اثر عودته من مؤتمر لقضايا الشرق الاوسط شارك في مؤتمر قمة بدمشك نعم بدمشك ذكر بوميديان انه اكل شيئا ما في الطائرة ثم احس بان حالته تتدهور عموما كان ذلك مرضا شديدا جدا فحصوا الاطباء في الجزائر وبدأ العلاج هناك لكن جميع الاطباء احداروا ولم يفهموا طبيعة المرض قمت فورا بدعوة كبار الاطباء الصفير دعوة كبير الاخصائيين في امراض الدم الاكاديمي اندري فارابيوف وكبير الاخصائيين في الامراض المعيدية الاكاديمي فالنتين باكروفسكي واخرين من افضل الاخصائيين وبدأنا في علاج الزعيم الجزائري بالمناسبة لم استطع ان استوضح السبب في مجيئه الينا ولماذا لم يذب للعلاج في اورطا نعم لم يذب لفرنسا او بلد اوروبي اخر نعم لم يذب لفرنسا وبالمناسبة كان الزوجته فرنسية هل شك في طرف معين كان السبب في تسممه؟ لا ادري هذا ما لا اعرفه هل لم يحدث كلم يشكك في ان احدا ممكن ان يكون بس السمالة؟ كلا قال فقط انه يعتقد انه تسمم بوجبة تناولها في الطائرة هذا فعلا ما قاله عندما رحنا نسأله بما كان يشعر وكيف بدأ المرض قال ما ذكرته الان فقط فقمنا نحن بناء على فحوصنا بتحديد العلاج من العدوى ومن امراض الدم يعني وصفتم له ادوية مختلفة؟ نعم كل ما من شأنه ان يحسن من حالته حسب رؤيتنا كتبت انكم كنتم تخشون ان تسؤوا حالته ابان وجوده في الاتحاد السوبيتي فلو حدث ذلك لظاهر احتمال باتهام الاتحاد السوبيتي في وفاته تقول ما يلي ان مثل هذه السرية كان يمكن ان تلعب كما يقال دورا مشؤوما ضد الاطباء السوفيت كان من الممكن بعد ذلك هذا قلت في مبعم كان يمكن تصوير الامر وكأن بوميديان جاء الى الاتحاد السوفيتي بكامل عافيته او على الاقل معتلا احتلالا خفيفا وبعد شهرين عاد في صحبة الاطباء السوفيت وهو يحتضر يعني بدأ لكم وكأنه كان هناك من يحاول طورتكم وكتبت ان ذلك كان من الممكن استغلاله لاهداف سياسية بما في ذلك الانيل من سمعة الاتحاد السوفيتي افترض ذلك تفترض فقط نعم فقد كان الوضع غير عاديا البتة وكل من علج بوميديان قالوا ان سريان المرض غير عادي كان سريانا غريبا لمرض غير مفهوم يعني لم تتوصلوا في الاتحاد السوفيتي لتشخيصا دقيق المرض لم يتضح لنا التشخيص النهائي هذا يذكرني بحالة الزعم الفلسطيني ياسر عرفاتي يعني حتى عندما نقلوه الى فرنسا للعلاج لم يستطع احد اكتشاف طبيعة المرض وهكذا لم يعرف السبب الحقيقي الوفادي بصراحة لا اعرف عن ذلك اي شيء ومواصلة للحديث عن بوميديان فقد علجناه بعد تحديث الادوية اللاسمة في نظرنا لكن حالته لم تتحسن عندها قالت زوجته انهم ينون العودة الى الوطن خلت لها ان ذلك ممكن من حيث المبدأ فقالت اريد ان يسافر معنا كل فريق الاطباء الذين عالجوه في موسكو اكرر ان هذا الطاقم ضم افضل اطباء البلاد على الاطلاق في اهم المجالات لم يبقى امامي الا ان اوافقها ومضيت لاتحدث مع زملائي في الامر هل كانت القيادة السوريتية تتعامل بنفس الاهتمام مع مسألة صحيب وميديان يعني كانت تقول لكم ابذلوا كل ما في وسعكم من اجله هذا صحيح هكذا كان الامر تحدثت مع زملائي ونقلت اليهم شكر الجانب الجزائري والدعوة للذهاب الى الجزائر وافق جميع الاطباء وعندما وصلوا الى الجزائر عرفوهم بالزملاء الفرنسيين والزملاء من بلدان اخرى وجمعوهم معنا يعني مجلس استشاري نعم كمجلس استشاري واكد الجميع على تشخيصنا اي انهم توصلوا الى نفس النتيجة وهي ان هناك تغير في وظائف كثيرة جدا من الاجهزة الحيوية الهامة بما في ذلك تغير معادلة الدم لدى المريض يعني هناك شيء يسمم الجسم وغير مفهوم ما هو نعم كانت تلك مجرد شكوك لكننا لم نقل سمم بل قلنا ان هناك عملية تجري لا نستطيع فهمها تماما وكانت هذه العملية تتفاقم وراح المرض يزداد وطأه يعني كل العقاقير التي علشتموه بها لم تنفع استمرت صحته في التدهور نعم هذا صحيح علاوة على ذلك جرى العلاج في جو سرية للغاية كان الاطباء يعملون تحت رقابة مستمرة كانت فرقة كبيرة من الاطباء السوبيت والاجانب اذكر ان طبيبا سوبيتيا عاد الى موسكو كان من كبار المتخصصين في امراض الكلا وكنا نعتقد ان الكلا عند بوميديان مصابة بسبب المرض جاء هذا الطبيب اخبرنا ان العلاج بغسط الدم لم يأتي بنتيجة وبعد ذلك قال لي يا سيد يفجيني اننا لنعرف ما العمل سألته ماذا هناك فقال قالوا لنا انه اذا مات بوميديان فلن يخرج الاطباء السوفيت من المستشفى سالمين الشعب كان يمكن ان يفتك بالاطباء لانهم اخفقوا في علاجه يعني كان يرواج لفكرة فشل الاطباء السوفيت في علاج بوميديان نعم بالطبع ولكن رسميا لم يقل لنا احد ان ذلك قد يحدث كان الاطباء يلمحون بغموض الى ان كل شيء جائز عدوة على ذلك اخذ البعض من اوساط الاطباء الجزائريين يثير البلبلة وظهرت مجموعة منوئة لنا وراحوا اكثر فاكثر يقولون لنا ان وجودنا في الجزائر اصبح غير مأمون هذا في الوقت الذي اصر فيه الجزائريون على استدعاء المزيد من كبار الاطباء الاجانب عندها اخبرت عن دروبا في الامر قلت له ان في الجزائر الان صفوة اطبائنا نعم لا تجوز المخاطرة بحياتهم لا تجوز المخاطرة بحياتهم ينبغي ان تكفل سلامتهم من اي مكروه وهذا الشيء يمكن ان يحدث في اي لحظة ينبغي ضمان سلامتهم وكانت هذه حقيقة ولا ادري ماذا فعل اندروباف ولكن عندما اقتربت الامور من النهاية وفي اليوم الاخير من حياة بوميديان لم يبقى بجواره وهو في النزع الاخير سوى فريق اطبائنا لم يبقى سواهم اولئك الاخصائيون المهرة اما الفرنسيون وغيرهم فقد اختفوا لكي لا يتحمل المسئولية نعم كما كان هناك خطر حقيقي كان من المحتمل تهيج الجماهير ضد الاطباء السوفيت وعندما بقي اطباؤنا وحدهم تقدم منهم احد الجزائري لا ادري ما منصبه وقال تعالوا معي انا ساخرجكم من هنا وهبطوا الى اسفل وساروا عبر اقبية حتى خرجوا الى الشارع من جهة المبدى الخلفي فاركبوهم السيارات ورحلوا هذا قبل ان بعد وفاة بوميديان عندما توفي في نفس اليوم حضر طباؤنا لحظة الوفاة وكانت زوجته هنا كنت ادرك انها تقدره جدا لا ادري ولكن يبدو انها كانت تحبه بقوة الى اي تفسير لوفاة همالت هل روادتها الشكوك ما بخصوص اسباب المرض والوفاة اعتقد انها خمنت احيانا كانت تلمح الى شيء ما او الى شخص ما لكنها لا تفسح بالتفاصيل وهل كانت لديك انت شكوك من نوع ما لقد قلت بان اعراض المرض كانت شبيهة بالسرطان الدم وان عناصر خارجية قد ادت الى ظهوره من حيث المبدأ لم تكن مهمة البحث عن اسباب المرض كان علي ان اعالج المرض لا ادري كيف وقعت العدوى ولكن الحقيقة هي ان مرض ابو ميدين كان بسبب فيروس غير معروف المنشأ وغير واضح المسار لقد كنت وما زلت الى اليوم خصائيا شهيرا في شدة انحاء العالم ولا شك ان لديك بعض المعلومات عما اذا كان قد تم التوصل في بعض المختبرات في ذلك الوقت الى السلاح من نوع خاص ربما سلاح فيروسي او بكتيري للتخلص من القادة او الساسة غير المرهوب فيهم هل كانت لديك معلومات عن ذلك؟ هل تدري لقد تم من زمان اختراع خلط مادة مع فيروس في الانبوب الزجاجي؟ يعني اجهزة خاصة في العديد من الدول كانت تمتلك هذه الدولات؟ نعم كانت هناك مواد كهذه ثم ظهرت بشكل متطور اكثر نعم كانت تمتلك هذه المواد اذا شكرا جزيلا لك سيد افغيني على هذا الحديث الممتع وامل ان نلتقي بك مرة اخرى ونتحدث في موضوعات اخرى ان شاء الله شكرا لك شكرا لكم و الى اللقاء عزائي المشاهدين بهيرون اكونا قد وصلنا الى ختام حديثنا الى هذا اليوم تحدثنا اليوم مع البروفيسور افغيني تشازوف الطبيب الذي قام بمعالجة الرئيس المصري الاسباق جمال عبد الناصر وكذلك الرئيس الجزائري الاسباق واري بو مديان تابعونا الاسباق القادم مع حلقات جديدة الى اللقاء تابعونا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان نائبا لقائد الولاية الخامسة تحت قيادة العرب بن مهيد وعبد الحفيظ بصوف ثم قائدا لناحية الخامسة في 59 ليصبح بعد ذلك عضوا لقيادة اركان الجيش فقائدا الاركان في نهاية 59 بعد الاستقنال عين وزيرا للدفاع ونائبا للرئيس احمد بن بلى منصب سيشغله حتى التاسع عشر جوان خمس وستين تاريخ عزل الرئيس احمد بن بلى سيعمل مجلس الطوى على تحقيق الشروف اللازمة لاقامة دولة ديمقراطية وجدية تسيرها قوامين تحترم تحترم الاخلاق والمثل العليا وبمعنى اخر دولة لا تزول بزوال الحكومة هذا مقطع من خطاب الرئيس هواري بومديان مباشرة بعد التاسع عشر جوان بعد عشر سنوات علق هواري بومديان عن حركة التاسع عشر جوان قائلا تستخدم الناس يجب أن يكون قد يجب أن يكونوا يجب أن يكونواي قد نظام الوقت لتحصح معك بتots family سيذا ليسوا ب prophets يا ب breve Elle avait besoin de săn Gong التي classes جودتك. Elle avait besoin de grande remise en ordre, d'une restructuration, d'une unification ... d'un regroupement de toutes les forces révolutionnaires. لم Cuba كان إلى دائم معد كذلك، لكي يمكن أن يقوم بإمكانك بشكل موضوع استراتيجية الرئيس الراحل هواري بومديان كانت بناء دولة جزائرية عصرية على اساس المركزية الديمقراطية التي تجسدت اول ما تجسدت عبر المجالس الشعبية البلدية والولائية معتمدا في ذلك على الشرعية الثورية في انتظار اكتمال قوانين وهياكل الدولة الجزائرية عام ستة وسبعين وصولا الى الشرعية الدستورية مشروع بناء الدولة الجزائرية يمكن وضعه اختصارا تحت عنوان الثورة الاشتراكية نادينا ببناء ورفعنا شعار بناء دولة ديمقراطية ذات وسوس شعبية فالدولة هذه هي في طريق البناء وصرحها يتقوى يتقوى ويزداد يوم بعد اليوم شكرا شكرا